السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علي السيد حبيبي طلاب سنة تلتة سنة ده أول فيديو في العام الدراسي 2024 هنشرح فيه زمن الماضي البسيط والماضي المستمر بطريقة ممتعة ولذيذة الوحدة الأولى عنوانها read all about it اقرأ كل شيء بشأنه على بركة الله نبدأ بالماضي البسيط past simple نبدأ بالform التكوين هتلاقوني دايما بديكم مثال الأول عشان تفهموا القعدة كويس جدا they wrote the lesson هم كتبوا الدرس المثال ده معلوم مثبت في زمن الماضي البسيط هنعرف ازاي ان الجملة دي معلوم مثبت ماضي بسيط هتلاقي الجملة بدأ بالفاعل subject ثم التصريف الثاني للفعل ثم تكملت الجملة اللي هي ممكن تكون مفعول به كمان مرة المعلوم المثبت في الماضي البسيط فاعل تصريف ثاني ثم تكملت الجملة فاعل تصريف ثاني تكملت الجملة wrote هنا تصريف ثاني للفعل write طيب they didn't write the lesson واضح جدا ان ليه معلوم منفي يبقى المدن المعلوم المنفي في الماضي البسيط يتكون من ايه من الفاعل اللي هو ذي ثم didn't والمصدر زي didn't write ثم تكملت الجملة كمان مرة فاعل didn't master فاعل didn't master ده نفي ماضي بسيط طيب did they write the lesson هل كتبوا الدرس what did they write ماذا كتبوا اكيد ده سؤال تمام كده يبقى السؤال يتكون من did فاعل مصدر لو ده سؤال بهل did فاعل مصدر did فاعل مصدر لو سؤال بكلمة استفهام بنبدأ بكلمة الاستفهام زي what مثلا did فاعل مصدر اخيرا بقى المبني المجول في التكوين ودي اهم نقطة the lesson was written by them كتب الدرس بواسطتهم عندك الدرس هنا هو نائب الفاعل تمام كده اللي هو اصلا كان مفعول به ثم was where زائد التصريف الثالث ثم تكملت الجملة كمان مرة المبني المجول والمعلوم اهم نقطتين في التكوين المعلوم المثبت فاعل تصريف ثاني المجول مفعول به او نائب فاعل was where زائد التصريف الثالث ننتقل لاستخدام زمن الماضي البسيط بنستخدم زمن الماضي البسيط for an action لحدث which began and finished والذي بدأ وانتهى in the past في الماضي حدث بدأ وانتهى في الماضي على سبيل المثال I studied my lessons yesterday انا زاكرت دروسي امبارح عملية المذاكرة انتهت وبالتالي بتكلم عن ماضي بسيط حدث بدأ وانتهى في الماضي حدث بدأ وانتهى في الماضي الاستخدام التاني لزمن الماضي البسيط for past habits للعادات اللي انتهت في الماضي عادات كانت موجودة في الماضي وانتهت ما عادتش ايه موجودة دلوقتي ممكن في الحال دي برضو نستخدم used to طيب نبص على المثال كده بيقول people traveled او ممكن اقولها used to travel on camels in the past عادة في الماضي اعتاد وانيوسها فيه برضو ممكن نستخدم الماضي البسيط للتعبير عن سرد احداث او قصص في الماضي narrating past events or stories كمان مرة من الاول حدث بدأ وانتهى في الماضي عادات كانت في الماضي وانتهت سرد احداث او قصص في الماضي الاستخدام الرابع في حالة if الشرطية التانية in second can original if في حالة if الشرطية الثانية نبص على المثال اللي جاي if i had a car i would drive you to school لو معاي عربية هوصل لك المدرسة هنا بنسميها جملة الشرط اللي فيها الماضي البسيط وهنا بنسميها جملة جواب الشرط اللي فيها فاعل وود والمصدر كمان مرة حالة if التانية بتتكون من جملة الشرط اللي هي if ثم فاعل ثم ماضي بسيط جملة جواب الشرط فاعل وود والمصدر وحالة if التانية تعبر عن حدث تخيولي في الحاضر حاجة انا بتخيلها انا بتخيل عكس اللي بيحصل في الحاضر يعني في الحالة دي او المثال ده if i had a car معناها i don't have a car now انا مش معاي عربية دلوقتي يستخدم زمن الماضي البسيط مع الكلمات التالية yesterday بالامس last زائد مدة وممكن انطقها last بالبريتش last year العام الصابق last month الشهر الصابق وهذا مدة زائد ago مثلا two days ago منذ يوما in وسنة سابقة in 2002 يعني في سنة 2002 the other day هنا بنترجمها مؤخرا او منذ بضعة ايام مش هنترجمها اليوم الاخر يبقى the other day لو معناها مؤخرا او حديثا او منذ بضعة ايام دي كلمة دالة على زمن الماضي البسيط وممكن اشيل كلمة day وحط month وهكذا طيب العادات في الماضي past habits اول شكل العادات في الماضي used to المصدر بمعنى اعتاد ان I used to stay up too late when I was young اعتدت ان اصهر لوقت متأخر عندما كنت صغيرا used to بعدها مصدر used to بعدها مصدر لازم تحفظ معيه كويس الحاجات دي used to بعدها مصدر تمام كده بس بشرط يكون قبلها على طول الفاعل طيب نفيها ايه I used to ونفيها didn't وبعدها المصدر بتاع used اللي هو use يبقى I didn't use to دي لو هنفي العادة في الماضي متعودا على يبقى انا كنت متعودا على السهر هنا قلت اعتدت ان اسهر كنا محتاجين مصدر الفعل لكن لما قلت انا كنت متعودا او معتادا على السهر احتاجنا الاسم وانا ممكن اكون اسم باضافة ing لاي فعل هيصبح gerund gerund يعني فعل زاد ing وهيكون المعنى بتاعه اسم تمام كده طيب كمان عندي شكل مشهور جدا هشيل was aware وحط became او got او grew نفس القعدة بالضبط يعني عندك was aware او became او got او grew ثم used to verb ing او noun برضو هنترجم هنا used to معتادا على او متعودا على يبقتو هنا معناها على انا اصبحت متعودا على got هنا معناها اصبحت برضو grew معناها كبرت على او تعودت برضو هنا نفس المعنى تمام السهر لوقت متأخر اخر مرة لما تلاقي قبل used to was aware او verb to be عموما بس هنا نستخدم was aware عشان نتكلم على الماضي became got grew ثم used to ثم verb ing او noun طيب يعني كلمة noun انا من بدل عملا اقول verb ing هي staying يعني noun noun زي كلمة مثلا pressure الضغط تمام conditions الظروف اي اسم يبقى ممكن الاسم يكون فعل zing او اسم اللي هو العادي خالص من غير ing طيب ركز معي اول في الملاحظة اللي جاية بيقول i used to stay up late تساوي تماما i no longer stay up late تساوي تماما i don't stay up late any more او any longer معنى ايه الكلام ده احنا قلنا من شوية i used to stay up late معنى انا اعتدت على ان اصهر لوقت المتأخر تماما لات هنا ظرف او حال معنى لوقت المتأخر طيب used to be ماضي ولا مضارع هسألكم سؤال used to مضارع ولا ماضي ماضي صح يبقى العادة في الماضي اعتدتوا ان اصهر طب العادة موجودة ولا لا في الحاضر لا مش موجودة يبقى انا ممكن اعبر عن عادة في الماضي باني انفيها في الحاضر i no longer stay up late عندي طريقتين للنفي ممكن اقول i no longer او انفي الفعل نفسه stay بdon't او doesn't لو نفيت بno longer مش هنفي الفعل لان خلاص عندي نفي واحدة i no longer معنى ايه no longer دي معنى لم ايه لم يعود او قعد لم قعد stay up دي مضارع لم قعد اصهر يبقى المعنى مضارع طيب don't stay ده مضارع بس من فيه تمام كده ساعتها بقى نستخدم معاها any more او any longer يبقى كمان مرة no longer بعدها مضارع بسيط ايه مثبت طيب don't او doesn't زي ده المصدر المضارع البسيط المنفي معاها ايه any more او any longer نخلي بالنا الترجمة بتاعت المثال ده شبه عندنا في العمية بالظبط انا ما بقتش اعمل حاجة خلاص انا ما بقتش اصهر خلاص يبقى any more او any longer بالعمية معناها خلاص ومعها دايما الفعل منفي used to ممكن يكون لها معنى تاني غير العادة يعني ممكن يكون معناها يستخدم a knife is used to cut food a knife is used for cutting food هنا بقى be used to مصدر for ing معناها يستخدم وليس متعوي a knife is used to cut food السكينة بتستخدم لكي تقطع الايه او لكي نقطع بها الفود الطعام وهكذا طيب ايه الفرق ما بين used to و used for كلمة used لو معناها يستخدم دايما قبلها verb to be لو بعدها to هنختار مصدر على طو يبقى to مصدر لو for بعدها ing يبقى عندك verb to be used to مصدر كده معناها يستخدم verb to be used for ing برضو معناها يستخدم باختلاف الشكلين طيب شوية ملاحظات اضافية همة جدا على زمن الماضي البسيط اول ملاحظة معنا بيقول مع الافعال was aware لا نستخدم الفعل المساعد did في حالة النفي او السؤال يعني مثلا هقول i was at home نفيها ايه i wasn't at home نفيها بسيط جدا was wasn't where weren't ما تقوليش didn't be ما فيش حاجة اسمها didn't be في اللغة الانجليزية تمام كده كمان مرة was aware نفيها wasn't or weren't ما فيش حاجة اسمها didn't be المنحوظة التانية مهمة جدا 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 مثال بيقول i had my lunch تناولت غدائي اتغديت مين شاطر فيكم بقى ينفيلي المثال ده i had i had my lunch يا ترى النفيو i hadn't my lunch ولا i didn't have my lunch اللي جاوب وقال i didn't have my lunch برافو علي i didn't have my lunch وليس hadn't طب ليه عندنا هاد هنا فعل اساسي يعني مش مساعد يعني ما فيش بعده فعل هو الفعل الوحيد في الجملة الفعل الاساسي هاد لو بعدها تصريف ثالث تبقى مساعد لو لوحدها يبقى اساسي لو الفعل هاد اساسي نفيه didn't have وسؤاله did فاعل have وضحت لكن لو هاد بعدها تصريف ثالث زي المثال ده i had done my homework before sleeping مثلا نفيها i hadn't done my homework طب ليه لوجود تصريف ثالث اللي هو done بعد had فضيف not طيب السؤال بتاعها ايه مثلا i had done يبقى had you done مش هنجيب did خارج طب هنا i had my lunch did you have your lunch وضحت كمان مرة verb to have لو اساسي بنجيب له مساعد في النفي أو السؤال لو هو مساعد يعني بعده تصريف ثالث مش بنجيب له فعل مساعد فهو الفعل المساعد المنحوظة رقم ثلاثة علي did study hard last year طيب مين شاطر كده يترجم للجملة دي أو يخمن الترجمة علي did study hard last year هل الجملة دي سليمة اساسا آه سليمة ومعناها كالتالي علي زاكر فعلا بجد السنة اللي فات هو فين كلمة فعلا هنا وفي قاعدة عندي بتقول ايه بقى بتقول يمكن استخدام الفعل المساعد did اللي هو هنا قبل الفعل الاساسي اللي هو هنا study مباشرة في الجملة المثبتة للتوكيد يعني ايه الكلام ده يعني لما تلاقي فعل مساعد دد ثم ورا مباشرة مصدر الفعل وعلى فكرة do وداز نفس الفكرة يبقى انت قدام اسلوب توكيد فترجم حقا فعلا يعني نقدر نقول ان الجملة دي تساوي تماما بصيغة تانية علي حقا نذاكرة بجد خلي بالك من الملحوظة دي did ثم مصدر ورا مباشرة يعني مفيش نط في النص فتبقى نفي ولا في النص فاعل فتبقى سؤال لا مفيش اي حاجة في النص did ورا مباشرة المصدر يبدأ اسلوب توكيد I wish I wear a doctor ركز معايا في ترجمة الجملة دي انا اتمنى ان اكون طبيبا لا ثانية واحدة يا مستر ازاي معا اي وازاي اترجمها اكون لا الترجمة اللي انت سمعتها صحيحة مئة في المئة ركز معايا وتابع كده وهتفهم كلامي بيقولك لما بتلاقي فاعل وش ثم جملة مضي بسيط ترجمها مضارع بس مضارع مش بيحصل يعني ايه الكلام ده لما اقول I wish I wear a doctor معناها I am not a doctor now انا مش طبيب اصلا انا بتمنى ده طيب I would rather علي use this phone نفس الفكرة تماما فاعل would rather جملة مضي بسيط معناها الحاجة دي مش بتحصل فانا افضل ان علي يستخدم هاتفه يستخدم ازاي تاني يا مستر يوزد هترجم ها يستخدم لأ انت هتشوف حاجات غريبة في القاعدة دي يوزد هنا معناها يستخدم مش استخدم ومعناها ان علي مش بيستخدم التلفون بتاعه يبقى تسوي تماما he is not using his phone علي مش بيستخدم التلفون بتاعه فانا بفضل انه يستخدم لأي سبب انا مثلا علي اخد تلفون فانا عاوز يستخدم تلفون هو مش بتاعي مثلا يعني اختصارا للكلام القاعدة دي بنسميها الماضي غير الحقيقي يعني هو مكتوب ماضي بس من ترجمه مطارع طب القاعدة دي ايه هي بالزبط بيقول لنا يستخدم الماضي البسيط بعد التعبيرات الاتية للتعبير عن شيء مش بيستخدم التلفون بتاع تمام كده طيب امتى القاعدة دي بقى تجي في دماغي او اشوف ها ازاي واعرف ها ازاي لما تلاقي فاعل وش او دراذر ثم جملة ماضي بسيط او ترجمها مضارع على طول بس مضارع مش بيحصل تمام كده طيب لو ماضي يا مستر لو ماضي مكانش بيحصل بتخيل الماضي ما حصلش بس تخدم ماضي تام يبقى لكن لو تخيلنا حدثا عكس ما حدث في الماضي نستخدم زمن الماضي التام مع التعبيرات السابقة واحد بيندم كده بيقول اتمنى لو ذكرت السنة الماضية يبقى كده معناها ايه ان اي دي 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 هارد لاست ير ازاي تيجي مع ماضي تام مفروض كلمة دلة على زمن الماضي البسيط المفروض تبقى هنا صح لا في القاعدة دي حاجات غريبة جدا برضو ممكن تلاقي ناو مع الماضي يعني اي ويش اي هاد ماني ناو ناو مع هاد ازاي هي القاعدة كمان مرة لما تلاقي ويش ودراثر بعدها جملة ماضي بسيط يبقى بتخيل عكس الحاضر ماضي تام يبقى بتخيل عكس الماضي ننتقل بقى لزمن الماضي المستمر past continuous وممكن ننطول بريتش past كالعادة نبدأ بالفورم التكوين اي وز ريدين اي بوك وين يي كود انا كنت بقرأ كتاب لما انت اتصلت دي جملة مبني المعلوم مثبت في الزمن المعلوم المثبت يتكون من فاعل هو i ثم was aware ثم verb plus ing ثم تكملة الجملة كمان مرة المعلوم المثبت في الماضي المستمر فاعل was where plus verb ing النفي بقى والسؤال سهلين جدا النفي بننفي بnot i wasn't reading a book ده النفي في الماضي المستمر يبقى يتكون النفي في الماضي المستمر من فاعل ثم was aware ثم not ثم verb ing السؤال where are you reading a book هنبدأ ب was aware ثم فاعل مناسب حسب was aware ثم verb ing ثم تكملة السؤال طيب المجهول اركزوا معايا او في المجهول a book was being read ده المجهول في زمن الماضي المستمر كتاب كان يقرأ اه يبقى was aware بعد نائب الفاعل تمام فيه في النص being ثم تصريف ثالث يعني نقدر نقول ان المبني المجهول في الماضي المستمر هو هو بالضبط الماضي البسيط الفرق being بس يبقى يبقى كده انت حفزت زمن الماضي البسيط نائب الفاعل was where that تصريف تار المستمر في being في النص استخدام زمن الماضي المستمر الاول ركز معايا في المثال ده وهقولك الاستخدام حاول دايما تقرأ المثال الاول هتفهم على طول المطلوب هنا بيقولك انا كنت بذاكر فيزيا الساعة خمسة مبارح تقدر تخمل الاستخدام من المثال ده انا كنت بذاكر حدث كان مستمر تمام كده بذاكر ايه بقى فيزيا تمام قاد فيزيا الساعة خمسة تحديدا خمسة مبارح في وقت معين في الماضي يبقى نقدر نقول اول استخدام حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي يبقى اول استخدام للماضي المستمر حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي طيب استخدام التاني حدث كان مستمرا عندما قطعه حدث آخر حدث كان مستمرا عندما قطعه حدث آخر في الماضي دائما الحدث الطويل ماضي مستمر والقصير ماضي بسيط فين الحدث اللي كان طويل هنا؟ اللي هو الماضي المستمر هو كان يقود بسرعة جدا خلي بالك أنا ممكن أستخدم وين في الماضي المستمر عندما صدم الراجل خبط الراجل من الحدث اللي كان طويل أنه كان سايق والقصير أنه خبط الراجل خلي بالك هت من أفعال التصريف الأول والتاني والتالت زي بعض فانه أعرف إزاي إنها ماضي لو هي مضاركة كنا قلنا هي هت لكن دي ماضي بها هي هت دي تصريف تاني طيب لاستخدام التالت متمثلا في مثال واخد بالك ماضي مستمر ماضي مستمر يبقى الحدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت يبقى حدثان حدثان happening at the same time بيحصلوا في نفس الوقت تمام كده الحدث الأول علا كانت بتغسل المواعين أثناء ما أخوها كان بيلعب كورا هما اللي اتنين بيعملوا الحاجة في نفس الوقت الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت كمان مراجع سريع كده على استخدامات الماضي المستمر حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي حدثان كانوا مستمرا عندما قطعوا حدث آخر في الماضي حدثان كانوا مستمرا في نفس الوقت في الماضي علا كانت بعملوا حدثان حدثان كانوا مستمرا في الماضي أشكال ويل مع الماضي المستمر أول شكل ويل ويل أحمد كان ينظف دراجته ووجد ختم يبقى ويل بعدها على طول الفاعل أحمد ثم جملة ماضي المستمر في الحالة دي بقى ويل تسوي تماما as أو just as يعني احذف ويل كده حد as صح حد just as برضو صح يبقى كده as وjust as بعدهم جملة ايه ماضي مستمر فاعل ثم ويل زائد ing الشكل الثاني لويل ويل كلينينج هز بايك أثناء تنظيفه لدراجته أحمد فاوند رينج وجد ختم طب مين اللقى الختم يا غير مع أحمد طب كان بيعمني بينظف الدراجة طب فين أحمد هنا آه يبقى هنا مفيش فاعل مفيش فاعل في الحتة دي يخلي بلقى يبقى الحالة التانية لويل نحزف الفاعل نحط verb ing على طول طيب في الحالة دي تساوي as وjust as لا إطلاقا في هذه الحالة لا تساوي as أو just as إذن كده as وjust as لو معناهم بينما بعدهم جملة ماضي مستمر مفيش verb ing جملة كاملة فاعل was where زائد verb ing طيب عندنا كلمة برضو لها نفس المعنى زي while اللي بعدها verb ing while ممكن نترجمها أثناء في كلمة كمان اسمها أثناء اللي هي during تمام كده هي تساويها في المعنى بس لكن في القاعدة ما تساويهاش during بعدها اسم noun مش verb ing يعني لو رجعنا الwhile جي بعدها verb ing في حالة عدم وجود فاعل لم نحذفنا إيه الفاعل طيب during لا during بعدها اسم على طول من غير ing during the match when player was injured أثناء المتش لاعب أصيبة يبقى أكد على القاعدة دي عشان مهمة جدا في حالة عدم وجود فاعل بعد while أو during while بعدها verb ing during بعدها اسم والduring ملهاش أي أشكال تاني يعني ما فيش جملة بعدها أساسا بعدها اسم دي الشكل الثالث while on holiday I forgot all about work أثناء ما كنت في الأجازة أنا نسيت كل شهر هتقول يا مستر فين أثناء ما أنا كنت فين أنا كنت لا ما ممكن أقولها while I was on holiday اختصرناها لwhile on holiday إذن من ضمن أشكال while يكون بعدها حرف جرب في الغالب on أو in أو at أو أيا كان إيه زاد اسم ثم تكملت الجملة الثانية تمام؟ يبقى عندي ثلاث أشكال while بعدها جملة ماضي مستمر while لما أحزف الفاعل حط verb ing during بعدها اسم من غير ing while ممكن ينجي بعدها حرف when I was at home I heard some noise تقول يا مستر ثانية واحدة الشغل الرابع ده هو بالضبط الشكل الأول جملة ماضي مستمر أقولك لا فين الماضي المستمر when was where زائد ing when the ing مفيش آه يبقى وصده هنا الفعل الأساسي معناها كنتو بينما كنتو في البيت طب ده زمن إيه أصلا ده زمن ماضي بسيط فاكر لما قلت I was at home نفيها I wasn't at home كانت في الماضي البسيط طب إزاي ماضي بسيط ممكن يجي بعد while لما يكون الفعل ده فعل حالة يعني فعل حالة while فاعل ثم فعل حالة ماضي بسيط على طول وأفعال الحالة لا تأتي في الأزمين المستمر واختصارا كده أفعال الحالة معناها في حالة ثبات حاجة كده مش بتشوفها بعينيك حاجة في قلبك أو عقلك تمام كده حاجة ما ينفعش تقول عليها عمال بيعمل الحاجة يعني مثلا ممكن أقول أنا عمال أغسل عربية بس ما ينفعش أقول أنا عمال أكون في البيت صح ولا لأ أنا عرفكم ما فهمتوش النقطة دي بنسبة مية في المية بس هناخدها بالتفصيل في المنهج إن شاء الله طيب رقم خامسة عند أو بمجرد لمسها للطاسة الساخنة أختي سرخت أي بأون غير على أو في لها معنى تاني عند أو بمجرد ودايما بعدها إيه verb ing أو noun بس خلي بالك الحدث اللي بعدها لازم يكون قصير أو لحظي عند لمس ده حدث إيه حدث قصير لمس الطاسة مش تاخد وقت تمام كده وفي الحالة دي بقى مستحيل هستخدم مكانها ويل لأن أصلا ويل لازم يكون بعدها حدث إيه طويل يبقى ويل بكل أشكالها لازم بعدها حدث إيه طويل لكن قلن بعدها حدث إيه قصير حلوة طيب نيجي بقى للملحوظة رقم 6 ودي ملحوظة مهمة جدا جدا لابد أن يكون الفاعل واحد في الجملتين عند استخدام verb ing بعد ويل اللي هي حالة حزف الفاعل يعني يا جماعة while studying مثلا while I was studying I slept تساوي while studying I slept هنا الفاعل في الجملتين واحد I I فلما أحزف الفاعل في الجملة الأولى ما عنديش أدنى مشكلة المعنى واضح while studying أثناء المذاكرة أنا نمت ما واضح إن أنا اللي كنت بذاكرة لكن عندي جملة زي دي while علي was studying أحمد was sleeping أو ممكن أقول أحمد slept مثلا يعني عندي فاعل وفاعل تاني مختلف عنه في الجملة التانية في الحالة دي لو حزفت بقى الفاعل فأقول while studying تمام كده أهي while studying أحمد slept المعنى تغير عن الجملة الأولى إن كده أثناء المذاكرة أحمد نام وهو بيذكر أحمد نام لا وجود لعالي في المثال ده إطلاقا تمام يبقى عندك كده في حالة حزف الفاعل وعندك فاعل مختلف في الجملتين يبقى عندك المعنى مختلف تماما طيب ساعتها أعمل إيه لو عايز أحزف لو عاوز المعنى يفضل زي ما هو لو في حالة الفاعل مختلف سيب الجملة من غير حزف الفاعل الأولى لو حزفت هتديك معنى تاني خالص يعني while studying أحمد slept يبقى مين اللي كان بيذكر يا جماعة أحمد ومين اللي نام أحمد مفيش وجود لعالي خلاص آخر ملحوظة معايا أفعال الحالة التالية لا تأتي مع أي زمن مستمر يعني مثلا الفعل like احنا قلنا فعل الحالة يعني في حالة ثبات ما ينفعش أقول عمال يعني مثلا I liked أحمد عجبني أحمد ما ينفعش أقول عندنا كان عمال يعجبني أحمد صح ما تجيش خالص dislike يكره hate يكره enjoy يستمتع love prefer you believe believe بمعنى يعتقد think برضو بمعنى يعتقد لكن بمعنى يفكر ينفع أجبها في مستمر عمال يفكر ما فيش مشكلة يبقى think بمعنى يعتقد notice يلاحظ remember يتذكر understand يفهم realize يعني يدرك seem يبدو no يعرف see بمعنى يرى فقط hear يسمع feel معنى يشعر أو يبدو ملمسه مثلا taste يبدو طعمه look يبدو منظره smell يعطي رائحة sound يبدو be يكون contain يحتوي fit يناسب include يشمع belong أي كلمة معنى يملك ده اسمه فعل حالة زي belong own possess want you read mean mean معنى يعني appear يظهر خلي بالك من have have بمعنى يملك فقط هي فعل حالة أي معنى تاني لا مش فعل حالة فعل حركة يعني مثلا I have a car أنا معي عربية ما نفعش أقول I am having a car أنا عمال أملك عربية ما نجيش لكن I am having my lunch عمال أكل الغدى بتاعي ما فيش أدنى مشكلة coast تبلغ تكلفته oh يدين need يحتاج surprise وهكذا وهكذا طيب شوات أمثلة كده I liked chocolate أنا كنت بحب شكرات ما نفعش I was liking كنت عمال أحب شكرات ما تجيش في الحالة I believed in ghosts أنا كنت أؤمن بالأشباح مش was believing ما تجيش طبعا ما نفعش أقول كنت عمال أؤمن I saw the cat تمام أنا شفت القطة ما نفعش أقول أنا كنت عمال أشوف القطة تمام لو أنت بترأي بالقطة هتغير معنى see إلى watch بمكن ساعتها تقول I was watching بكات عمال أشوفها كمراقبة لكن سيب معنى يرى كده رؤية لحظية ما نفعش أي ييجي في المستمر this car belonged to me العربية دي كانت تخصني ما نفعش أقول كانت عمال أتخصني ما تجيش أي فيلم معنى يملك ما يجيش في المستمر ترجمة نانسي قنقر